وحسب معلوماتي وكنت حذرت من الجزئية دي الاسبوع اللي فات وبأكد عليها تاني عشان مطش الاهل السبت اللي جاي وده بقى خبر مهم جدا بقول لحضراتكم في تحذير رسمي صدر في الاجتماع اللي تم من خلال قسم الامن في الاتحاد الافريقي مع الاهل والزمالك في استاد القاهرة الاسبوع الماضي وحذروا وقالوا نصا انا بأكد الكلام ده تاني عشان مطش الاهل اللي بإذن الله كالعادة هنشوف تنظيم مختلف تماما الاهل اللي متعود على تنظيم النهايات فهنشوف تنظيم مختلف بإذن الله ولكن الجزئية دي بفكر بها الناس لعل لو عسى الناس تاخد بالها من الجزئية دي لان دي المشكلة اللي ممكن او اللي مش ممكن هي خلاص حولت مطش مبارح في الكونفدرين لجنة انضباط ايه هي المشكلة؟ القسم بتاع السكيريتي اوفيسر في الاتحاد الافريقي بيحذر من تواجد الاسر والاطفال واي شخص ليس معني بالمباراة ان يتواجد في ارضية الملعب قبل او اسناء مراسم التتويج واسناء تسليم الميداليات ده جزء مهم جدا لدرجة ان المنصق الامني حذر وقال لو لاعب او مسؤول تواجد مع اطراف اخرى ليست معنية في هذا اللقاء سيتم ايقاف هذا المسؤول او هذا اللاعب الامر مش هيكون فيه غرامات ملابس ده هيبقى فيه ايقافات يعني ماتش مبارح والبيان بتاع الكاف اللي صدر منذ قليل في لجنة الانضباط وارد على فكرة او مش وارد دي معلومة ودي بيان الكاف اللي صدر منذ قليل ان ملف مباراة نهائي الكونفدراليا بالامس اتحول لجنة انضباط وبأكد لحضراتكم ان لو حصل خروقات لقدر الله هيبقى فيها ايقافة للجنة انضباط وفيها ايقاف سواء للعيبة او لمسؤولين بخلاف الغرامات المالية فدي جزئية مهمة جدا كنت اتكلم عليها بالاضافة لجزئية استاد القاهرة اللي بحذر من دلوقتي وبقول للربطة اكيد لازم يتم تدارك هذا الامر الا بعد لو جالك خطاب من الاتحاد الفقي دوارك جدا في الساعات اللي جاي ده خبر مهم ودي قضية مهمة كان لازم النهاردة نتكلم عليها في برنامج التريند لكن كل الثقة بالتأكيد في تنظيم الفاينال لان الاهل عنده خبرات كبيرة جدا في تنظيم النهايات في الفترة السابقة